ترجمة نانسي قنقر الآن نرحب بهذه الخطوة الجريئة التي ربما أقول أنها بداية عهد جديد خاصة أننا بحاجة ماسة في هذه الفطرة إلى تمويل وإلى استثمارات أجنبية إلغاء القاعدة الاستثمارية 49-51 لابد أن يحدد بدفتر شروط ويستن منه القطاعات السيادية والاستراتيجية للمحافظة على السيادة الوطنية نحن قطاع المحروقات الذي يبقى هو القطاع الاستراتيجي باقي القطاعات يمكن فتح أو إلغاء هذه المادة في مجال الاستثمار أعالى هذه لما نقول لنا إلغاء هذه المادة مثلا في القطاع الفلاحي لا يعني هذا أننا نقوم بتمليك الأجانب مثلا الأراضي بل نعطي لهؤلاء الأجانب حق الاستغلال لمدة 25 أو 20 سنة أحسن بكثير من أن تبقى هذه الأراضي الخصبة وما أكثرها في بلادنا غير مستقلة ولا نستطيع بإمكانياتنا المادية من قطاع عام أو قطاع خاص أن نقوم باستغلال هذه الأراضي الخصبة تحسين مناخ الاستثمار من خلال سن مثل هكذا قوانين لابد أن يصاحبه إجراءات أخرى من شأنها تشجيع الاستثمار المنتج الأجنبي موالف في ترواء 4 أو 5 أو 6 موات يبدأ المشروع داعه كي يجي الجزير يستنى 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 الأجنبي ما يعرفش اسمح لي والله غالب وجبهار بي وكل عطلات في آخير لذلك نعرفه إحنا سي بورسة قعدنا 50 أو 6 موات لذلك الأجنبي يعيد أننا نصيان تشجيع الوقت الوقت التوجه لإلغاء القاعدة تسعين وأربعين واحد وخمسين مطلب لطالما دعا إليه الناشطون في المجال خاصة في بعض القطاعات الغير استراتيجية ليحمله هذه المرة مشروع قانون المالية لسنة 2020 في انتظار المزيد من الإجراءات التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر